أهلاً وسهلاً وسهلاً وصباحاً أصعد وشروقكم شروق الله يعطيكم خير الشيخ أيضاً روح حاضر معنا مشاهدين الأفاضل السيد خلواتي صحراوي نائب رئيس الجمعية المكلف المكلف عفواً بالعلاقات أهلاً وسهلا بكم الدعوة والمعارف الدعوة والمعارف يلاً سامحني يلاً مرحباً بكم أهلاً وسهلا بكم في طلطو برنامج الشروق مورنيغ أول سؤال ربما نضرح لكم بالاثنين هو أهمية مرافقة الشباب في الواقع والمواقع لأنه اليوم نشوفوا أن الشباب راهم يتجهبوا كبليسوا الكثرة إلى المواقع إلا أنكم توجدين في الواقع وأيضاً المرافقة تكون عبر المواقع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستاذ يوسف من خلالك المشاهدين الكرام ومشاهدي الشروق الصباحية هذه نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً على الضيافة ويتحت هذه الفرصة لتتكلم في هذا الموضع الذي في الحقيقة يخصه ليس فقط الشباب وإن كان الشباب الحقيقة التركيز على الشباب هو أمر مطلوب ويفرضه الواقع فالشباب هم عماد الأمة وهم قيام نهضتها وازدهارها أولاً اسمح لي في لحظات أن أعرف بالجمعية جمعية المعادة العلوم التربية يعني تعرفه ليس أول زيارة لقناة الشروع نعم أذكر بها من يشاهدنا ربما يعرفها هي جمعية علمية تربوية تهتم يعني بنشر العلوم والمعارف كما الذي هو الحقيقة رئيسها الأستاذ الفاضل الدكتور صحراوي وعلى رأسها القرآن الكريم نحن الآن أنشأنا ما يزيد على 300 مدرسة قرآنية ونعمل كذلك على نشر العلوم العلوم الإنسانية العلوم الشرعية على رأسها ثم كذلك نعمل على غرس القيم والأخلاق لأن الأخلاق كما تعلم إنما الأخلاق مبقت فإن أخلاقهم ذهبوا والشريحة التي نعتني بها الحقيقة ونركز عليها كما تفضلتها شريحة الشباب ولذلك نحن عندنا مشاريع كيقولوا مشاريع هي جمعية داخل جمعية في الحقيقة عندنا أطفال القيم من 16-12 سنة الابتدائي عندنا شباب القيم اللي هم 13 سنة إلى ما فوق اللي هم المتوسط والثانوي أن حتى كذلك قسم الطلبة قسم النساء وفيهم الشباب هذه الفئات كلها تعتني بها الجمعية علميا ومعرفيا وطربويا وأخلاقيا من أجل أن نساهم إن شاء الله في بناء دولتنا وفي بناء وطننا وفي بناء أمتنا لأن اليوم التأطير تأطير المجتمع يعني الحقيقة ضرورة ضرورة اجتماعية وفرضة الشمعية من جدا نرفق المجتمع نرفق الشباب نعم يعني قبل المرافقة لا بد من تأطير الشباب تأطيره في ماذا تأطيره في جمعية المسجد إيطار للأسرة إيطار المدرسة إيطار حقيقة أن يوم المساجد رأي تقدم خدمات جليلة جدا يعني كبرنا عليها وما زالها والأهم من ذلك أنه اليوم خلينا نقول أولياء فاقوا ورجعوا إلى المساجد بعد مهجروها نوعا ما بش نكونوا واضحين الحمد لله نحن رأينا في الميدان كما قلت رأينا في الواقع وفي المواقع الجزائر تشهد ثورة بامتياز في القرآن الكريم وفي الرجوع للمساجد يعني اليوم لا يكاد يخلوا مسجد من مدرسة قرآنية كي المساجد تعد بالمئات وبالعشرات والحمد لله هذه النتائج نرى هاليوم في الواقع أن التلاميذ الذين والأطفال الذين يعني يراودون المسجد ويتربون في المساجد هم المتفوقون في البقاء هم النوابق في الجزائر نعم هم النوابق في الجزائر والنوابق في الجزائر هم الأوائل يعني دليل وهذا في الحقيقة لا يحتاجوا إلى دليل ولكن الناس يجبوا أن تعرف بأن نذكروها طبعا نذكروها لأن نعرف بأن نشوف تربية القرآن الكريم التربية في المسجد تربية على الأخلاق هذا الذي يجعل من أبنائنا أبناء صالحين أبناء أقوية أبناء إيجابيين صح أبناء فعالين أبناء بنائين لهدمين ونحن كنا نرى يعني هذا الأخبار للمسيئة هذه تعالي إرهاب وغيرها وغيرها هذه كلها تأتي من الحرافات الفكرية وتأتي من قلة التربية وتأتي من أن قلة الدين والإيمان أيضا نعم لأن لأنك عندما لا تعتني بابنك وهو صغير سيعوجه هو كبير هو يكون ضحية ضحية أطراف أخرى تعمل على أن يحرف الشباب ولذلك لما قلت عن التطير التطير هو تنظيم لحياة الشباب لمصار المجتمع ولذلك نحن في الجمعية في الحقيقة نعتني بكل فئات المجتمع المرأة الأسرة الطفل الشباب الأئمة الشيوخ النساء الرجال طيب حكونا شوي على البرنامج المسطر البرنامج اللي تقدموه أنتم للمجتمع بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام علينا المسطفى الكريم أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة جمعية المعالي كما هو اسمها يعني هو دعوة إلى أن نصل إلى المعالي وحتى نصل إلى المعالي لابد أن نطرب كل الأسباب ونركب كل المهايع التي تؤدي طبعا إلى هذا الغرض وتصل إلى هذا المقصد جمعية المعالي للعلوم التربية كما تفضل الشيخ الفاضل أنها فعلا تعنا بكل ما هو علم وبكل ما هو تربية ومن ثم فنحن في جمعية المعالي تقريبا نستهدف طبعا كل أطياف المجتمع قاطبة من صبية ومن شباب ومن نساء ومن طلبة ومن شيوخ ومن آئمة ومن علماء هذه الأيام طبعا كنا أرسلنا ما يسمى بالحملات الدعوية ونحن عندنا في جمعية المعالي حملة دعوية تنطلق دائما بمناسبة المولد النبوي الشريف وهذه الحملة طبعا هذه السنة وافقت طفان الأقصى فأردنا أن تكون بشعار أنصر أقصاك أنصر أقصاك خرجنا بهذه الحملة الدعوية كما ذكرت في المواقع وخرجنا بها أيضا في الواقع من أجل أن يصل نداءنا لكل أطياف المجتمع قاطبة فتفاعل معنا طبعا من خلال من ينتسب إلى المعالي في الولايات كلها وللتذكير فإن جمعية المعالي متواجدة تقريبا نعم هي جمعية وطنية متواجدة في معظم ولايات الوطن تقريبا أكثر من 50 ولايات مع الولايات الجديدة نعم سنصل إلى الولايات أخرى لأن كل مرة هناك ولايات تضاف يعني ينبغي أن تطرق هذه الولايات جميعها جمعية المعالي إذن من خلال هذه الحملة الدعوية طبعا كانت مجزعة الحملة الأولى كانت حملة إلكترونية تفعل معنا شبابنا وتفعل معنا أساترتنا ولهذا ركتنا أيضا على المواقع لأنكم توجدين نعم مهم جدا نعم وله الحملة الإلكترونية الآن مسعفة من أجل أن تصل لكل زاوية ولكل مكان ثم بعد ذلك حولنا هذه الحملة الإلكترونية إلى حملة ميدانية وذلك من خلال النزول إلى الولايات في محاضرات في ندوات في طبعا حوار مع الناس مع النساء مع الرجال وفي هذه الأيام نزلنا بما يسمى بالقواف الدعوية ما المقصود بالقواف الدعوية هو أن ننزل الشيوخ إلى هذه الأماكن المختلفة المتنوعة فكانت قافلة دعوية إلى الشرق وقافلة أخرى إلى الغرب وثالثة إلى الوسط ورابعة إلى الجنوب وستطعنا بإذن الله سبحانه وتعالى أن نغطي كثير من الولايات من خلال استحاب مجموعة من الدعاة ومن العلماء ثم ننزل هؤلاء إلى الولايات من أجل أن يتحاوروا مع الناس من أجل أن يتحاوروا مع الشباب من أجل أن نبعث بلسالة مهمة جدا جدا وهو أن الشيوخ والعلماء ينبغي أن ينفصلوا عن هذا المكان العالي الذي ركنوا إليه والذي قبعوا فيه ولا بد أن يتفعلوا مع الناس من خلال احتكاد من خلال التعاطي من خلال التعامل وهكذا استطاع هؤلاء الشيوخ أن يجلسوا للشباب في المقاهي أن يجلسوا إليهم في الشوارع أن يجلسوا إليهم في القاعات وأن يجلسوا إليهم أيضا في المساجد يسمعون آهاتهم يسمعون انشغالاتهم ويحاولون أن يجيبوا عنها بالطريقة المتلى هذا من جهة من جهة ثانية من أجل أن يشارك شيخنا وعلوماؤنا في مسألة نصرة الأقصى لأن نصرة الأقصى لا ينبغي أن تكون بالكلام الكثير والفعل القليل لا ينبغي أن تكون بالخطابات الرنانة والخطابات الرعدية وإنما نريدها أن تكون ميدانيا من خلال أن نبلغ الناس ما المقصود بنصرة الأقصى كيف ينبغي أن نقدم دعمنا للأقصى ما هي الأدوار التي ينبغي أن يقوم بها الشيوخ والعلماء حتى ينصروا الأقصى وربما الشباب في مختلف الأعمار وفي مختلف الأماكن عندما يرى العلماء يتقدمون لهذا الفعل فأكيد سيكونون محل قدوة وبالتالي يلتف الناس حولهم إن شاء الله الدكتور وهذا الشيء ربما أيضا داخل في إطار التطير وطربية وتوعية الشباب على حب القضية على حب الدين على حب الأقصى أيضا أكيد نعم صحية وهذا طبعا الذي دفعنا أن ندفع بهذه الكمية للإشارة وللإشادة أيضا نحن مطالبون اليوم كل الشيوخ الذين تواصلنا معهم من أجل أن ينزلوا معنا على بعد الشقة وعلى ضيق أوقاتهم وكثرة التزاماتهم إلا أنهم لبوا دعوتنا ونزلوا معنا وأخذنا من أوقاتهم الزمن الطويل والكثير ولكن استطاعوا أن يبلغوا هذه الرسالة وكانت بحمد الله وشكري هذه القوافل ناجحة بل إن بعض الولايات التي لم يسعفها الأمر أن تستقبل هذه القوافل دعتنا بإلحاح أن نبرمجها في هذه القوافل حتى تحظى بمثل ما حظيت به الولايات الأخرى الحمد لله يا ربي إذن أستسمحكم فقط أن نرجع إلى خدمة المواطن الكريم من خلال هذا البث المباشر لقناة الشروق نيوز لحل تطرقات هنا بها الجزاء العاصمة كما هو مشاهد فيها أكارم حالة الطرقات في هذا الأثناء بعدسة برنامج شروق مورنيغ وكاميرا شروق نيوز كما هو ملاحظ ناسرية جاءوا داخل الجزائر العاصمة طريقة رهي مغلوقة روحوا غير بالعقل فبتالي الحيطة والحذر مشاهدين الأكارم واجبا حقا نخليكم ولا نترككم مع هذا الصور اللي احترافقنا في هذا الصباح باش نخدمكم دائما وأبدا وأعود إلى ضيوفي للستوديو في نفس الوقت دكتور نرجع أيضا إلى مريش دكتور دكتور أنت شيخ ناشيخ الله يعطيك الخير طيب شيخ دائما ما نحكوه على البرنامج المسطر اللي تقدموه للشباب وشنو أبرز النشاطات ومن تكونوا متواجدين ميدانيا نحكي شوف كما تفضل الدكتور احنا عندنا لكل فئة تلبية حاجياتها لأن المشاريع اللي تنتكلم عنها هي مشاريع تلبي حاجيات الناس مثلا ماذا يحتاجه الشباب يحتاج الشباب كما قلت في البداية إلى المرافقة يحتاج الشباب إلى العناية يحتاج الشباب إلى أن نكون معهم إلى أن نستمع إليهم وهذا أمر مهم جدا 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 يعني لأن لشباب لشباب انشغالاته ولكل فئة انشغالاته ومشاكلها فنحن في الجمعية نريد أن نكون قريبين أن نقترب من كل فئة اجتماعية سواء كانت الشباب أو مثلا عنه مثلا كم يقوله مشروع الأسرة البيت السعيد الأطفال برامج ثارية وغنية أيضا لأن مع التأطير هناك أمران إثنان لا بد من القدوات ونحن كما قلت هذا الشيخ لأننا نتكلم عنهم وتكلم عنهم الشيخ هم قدوات المجتمع هم الذين يقودون المجتمع المجتمع يقوده تقوده النخبة يقوده الصالحون يقوده العلماء فاتبعني أهدك سراطا سويا هكذا قال القرآن الكريم والأمر الثالث الذي نعتمد عليك هذا هو البرامج مثلا في البرامج في برامج تأطير الشباب نعتمد كما قلت على عنصرين أثنين العنصر الأول هو العلم العلم احنا الحقيقة اختصاصنا هو العلوم الشرعية لذلك عندما يتربى الشباب على أن يعرف الله سبحانه وتعالى عقيدة وأن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دورنا من خلال الحملة الدعوية السنوية الحملة السابعة هذه الحملة السابعة والعنوان العريض علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم جميل جدا هذا العنوان علمني رسول الله اليوم شيخنا بكل صراحة اليوم في معلومات خلينا نقول جينا من كل صوب وحد من الخارج الجزائري طبعا لأسف الشديد في إطار دائما محاولة أهدم الشباب مش فقط الجزائري يعني الشباب المسلمين تلك كل ولكن كيفاش تتصدوا من توم لهذه الموجات أو هذه الحملات اللي تستهدف الشباب بطريقة مباشرة بكل صراحة شوف نحن في تحدي كبير ونحن في معركة لا تقل عن معركة طوفان الأقصى بل هي أخطر أنا أرى أنها أخطر لماذا؟ لأن معركة كم يقولون معركة شهوات ومعركة شبهات فالشباب يعيشوا بين هذين النارين والعزو بالله إما معركة شهوات كما تعلم من خلال هذا المواقع التي تكلمت عنها والتي تتحكم كارثة كارثة كبيرة فالشباب يعني باستطاعتها بسهولة أن يدخل إلى إلى هذه المواقع ثم بعد ذلك يدخل في مسنقع الشهوات والعزو بالله وحتى شهوة شهوة المخدرات شهوة المهندسات هذه تولي شهوة يستلذبها يقول يمدمن فيها والأمر الآخر هي معركة شبهات ومعركة الأفكار اليوم يا أخي اليوم مثلا لو والناس وتعلم بأن هناك من يشكك مثلا في طوفان الأقصى ونحن قلنا أنصر أقصى بأن هناك من يعني من يشكك في في المرابطين في المجاهدين من يتشفى من يضحك من يحمل هؤلاء الرجال لوصلنا إلى هذا المرحلة شيخ محنة حقا بكارثة كارثة فنحن نتصدى لماذا أخي الكريم هذه معركة بين الحق والباطن وهذه يسموها سنة التدافع ولولا دفعوا الله الناس بعضهم بباطن لفسدة الأرض فنحن يجب أن ندفع هذا الشر ندفعه بمدى بالخير ندفع الأفكار الهدامة بالأفكار البناءة ندفع الأخلاق سيئة بالأخلاق الحسنة ندفع الشهوات المحرمة بالشهوات المباحة جميل جميل جدا طيب شيخ خلواتي أحب أن نحكي معك ربما إعلان نقطة مهمة جدا وهي ربما طريقة إيصال المعلومة للشباب اليوم كيف تحاولوا توصلوها بطريقة سليسة بحي تكون بسيطة وبطريقة توصلهم بطريقة مباشرة لأنه اليوم الشباب لا يحبوش الطريقة التقليدية عالي الآن تتواكب أو تتنغم مع كل السبل الحديثة من أجل وصول إلى قلوب الناس عن طريق أخصر الطرق وأبسطها المجتمع ليس بحاجة إلى الكم الهائل من الكتابات والكم الهائل من الكلمات الانتقاء المكتوب والانتقاء المتكلم به هو المهم في دائرة جمعية المعالي وكل جمعية الفاعلة حتى شباب اليوم يحبوش يقرأوا بززافي أكيد أكيد حاب يسمع ربما حاب يسمع كثيرا وحتى السماع الآن عندما تطرح له في الموقع فيديو أكثر من نصف ساعة فإنه في الغالب أنه لا يسمع لكن عندما يكون هذا الفيديو هادف ومركز وفي مدة وجيزة جدا 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 فإنه يؤتي أكله لذلك أحيانا تجدون في جمعية المعالي نلجأ إلى هذه الوسائل كالتيك توك مثلا الفيديوهات القصيرة توجدين على تيك توك أكيد أكيد بدأنا توجد على كل تطبيقات أكيد تطبيقات لماذا؟ لأن الآن الجمعية حتى تستطيع أن تصل إلى مقاصدها وتبلغ أهدافها ينبغي أن تتعاطى مع الجديد هذه النوازل ينبغي أن تتبنى وينبغي أن نحسن طرحها ونحسن لباسها من أجل وصول إلى قلوب الناس وإلا سبقنا غيرنا جمعية المعالي الآن تريد أن تتميز وحتى تتميز جمعية المعالي ينبغي أن لا تكون نسخة مطابقة للأصل الجمعية الأخرى لذلك الذي يميز جمعيتنا أنها جمعية ليست موسمية وليست مناسبة ولكنها موجودة على طول أيام السنة بل أحيانا تصارع الزمن تصارع الوقت من أجل أن تنفذ هذه البرامج التي أضحت كثير جدا ومشاريعنا المتنوعة الذي يستدعي أيضا أكبر عدد ممكن من الطاقات البشرية من أجل تنفيذ مخرجتها فلذلك طبعا نحن نريد أن نصل إلى قلوب الناس عن طريق الطرق السهلة التي تجعل من يتواصل معنا ينضم إلينا ويتفاعل معنا ويتابعنا جميل حبيت نطرق إلى نقطة أخرى شيخ ربما أيضا اختياركم الأشخاص اللي يكونوا دائما ما يلقوا محاضرات أو كلمات شفت حضور شوخ كبار حقا في الجمعية وفي الملتقيات اللي تقوموا بها إضافة إلى هذا شفت مشايخ شباب ما شاء الله تبارك الرحمن دائما ما يكونوا مرفقينكم ما مدى أهمية تختيار الأسماء اللي تلقي محاضرات وتشارك في هذه الملتقيات المنظمة من طرف جمعية المعالي نحن نعمل على أن يكون المؤطرين لهذه الجمعية مؤطرين أكفاء علماء في اختصاصاتهم يعني مثلا في المؤتمرات العلمية التي ذكرتها والمؤتمرات الفكرية التي على مرة السنوات مرت حتى الأيام الدراسية كنا في كل مرة نتطرق إلى موضوع كم يقولوا ذي أهمية يعني مواضع القيم في المؤتمر الأول والثاني مواضع أخرى فكرية مواضع أخرى معاصرة تهم المجتمع وتهم الأمة ولذلك كم يقولوا المؤطر ليس معناها أن يكون شيخا كبيرا كاسنية احنا مثلا رئيس الجمعية شاب هو أصغرنا على كل حال لأنه نعكسنا العملية إيمانا مننا بأن الشباب إذا فتحت له الأبواب وعطيت له الفرصة سيبدع الشباب الجزائري الحمد لله يعني كين طاقات وكين قدرات والله غير خراء ونحن نسافر إلى الخارج ونلتقي مع علماء الخارج وكذا فالحقيقة معجبون جدا بكثير من شبابنا في شتى المجالات سواء كالمجالات العلمية ما هو غير الدينية فقط العلمية الدينية إلى غير ذاك المهارات الدين مربوطة بالعلم أصلا مربوطة بالعلم وحتى بمهارات يعني عنها شباب ما شاء الله ولذلك نحن نسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة كما قلت في البداية سيد ابراهيم وهو ابن وهو ابن يقول بابه يقولوا يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سرطا سويا الذي يتقدم هو العالم سواء كان صغيرا أو كبيرا سواء كان شابا أو شيخا حتى النساء عندنا في الجمعية نساء فاضلات صح مرشدات عالمات داعيات والله مجاهدات والله مضحيات والله من خيرت من خيرت كم يقول ما خلق الله سبحانه وتعالى ولذلك نحاول دائما أن نكون كما يقول في المقدمة وأن نقدم الأحسن كما قال الدكتور وأن نتميز ببرامجنا ومشاريعنا وإلا بالمناسبة الأنشطة هذه الأنشطة السنوية هي أنشطة ولكن نحن عندنا برنامج سنوي عندنا برنامج سنوي يومي شهري أكيد برنامج على طول السنة نحكي أيضا عن القوافل لكن فقط خلوني نذكر المشاهد الأكارم أن نرمي يشاهدوا فيها الأثناء في هذا الصور في هذا النقل المباشر لشوالع الجزائر العاصمة ولا طرقات الجزائر العاصمة كيدا راح ترافقنا في هذا أصبح هذا الصور بعدسات وكاميرات برنامج الشروق مورنينج والشروق نيوز طبعا وأبدا الصور من الجزائر العاصمة حالة الطرقات كما هو ملاحظ راهي مغلوقة نوعا ماشي نوعا مغلوقة زملاء يقولوا مغلوقة قال لكم الزملاء هنا في الأستوديو اللي عنده راكورسي ولا يعف راكورسي يقدر يروح يلا نرجع إلى ربما القوافل التي قموا بها عبر مختلف الولايات نعم كيد كما ذكرت بك القوافل لها مقصد معين وهو أن نوصل الجماهير طبعا بعلمائها ولعلك طرحت سؤال مهم جدا جدا على الشيخ وهو مسألة العلماء من حيث اختيارهم ومن حيث تهيئتهم للقيام بهذه العملية نحن في جمعية المعالي طبعا إن شاء الله هي جمعية علماء بين الله تعالى إن شاء الله جمعية المعالي تستهدف الشخصيات المهمة جدا التي لها تأثيرها لأن جمعية المعالي هي مشروع جمع العلماء هي مشروع انتقاء العلماء وأكيد أحيانا نجد من علماء من للأسف الشديد رضي أن يكون مركونا في جهة معينة فلما اخترنا جمعية المعالي لهذه الأهداف التي ذكرت لك أردنا أن نرمز هؤلاء العلماء وأن نظهر هؤلاء العلماء لشعبنا لماذا؟ لأن دائما يبقى كثير من الناس متعلق بالعالم الغير الجزائري العالم الذي يأتي من خارج الحدود الجزائرية وكأن الجزائر غير منجيبة للعلماء والجزائر غير ولادة لأهل العلم وأهل المعرفة فأردنا طبعا من خلال هذا أن نبين للجزائريين أن في الجزائريين من أهل العلم من هم أهل العلم من الذي يستطيع أن يؤلف من الذي يستطيع أن يكتب من الذي يستطيع أن يحقق من الذي يستطيع أن يخاطب الناس في القضايا المعقدة والقضايا الهامشية والقضايا الصحية بمعنى أننا نريد أن نخرج لهؤلاء جماهر لهذا الشعب طبعا بعلمائنا الذين سيحدثونهم ويستجبون لطلباتهم ويبلغونهم أيضا ما تعلموا هؤلاء في القضايا المصيرية والقضايا الحاسمة والحمد لله قد وفقنا إلى هذا أيام توفيق وحققنا كثيرا من هذا المقصد وهذا الهدف الحمد لله يا ربي في الختامة ربما تعالى اللقاء الجميل جدا معك وأنا نشرف أنكم محاضرين معي في الألقاء ربما رسالة قدموها من خلال هذا اللقاء للشباب ولا الناس اللي تعرف جمعية المعالي ولا اللي ما تعرفها أيضا نعم نحن ندعو كل فئة المجتمع وعلى أسهم الشباب أن يلتقوا حول الجمعية وأن يخلطوا في الجمعية لأن جمعية إن شاء الله ستعينهم في حياتهم اليومية ستعينهم على النجاح ستعينهم على الاستقامة ستعينهم على الأخلاق الفاضلة من جهة من جهة الأخيرة ستعينهم على أن يعيشوا حياتهم حياة رسالية نحن لا نريد لشبابنا أن يعيش التفاهة وأن يعيش هذا الضمار الذي يعيشه فيها كبيرة من أبنائنا نعم نحن قلوبنا تتقطع عندما نرى شبابنا تأكلهم المخدرات والأفكار الهدامة ومن جهة أخرى ما دمنا في أنصر أقصاك نحن لا نريد أن نغادر لهذا الحصة المباركة الصباحية دون أن نذكر الشعب الجزائي المجاهد الشهيد ونحن على أبواء أول نوفمبر ثورة التحرير نحن أقرب أقرب ناس إلى فلسطين لماذا؟ لأننا عانينا أكثر من فلسطين ودفعنا الشهداء أكثر من ما دفع الفلسطينيون نحن في يوم واحد خمسة واربعين ألف يعني في ثمانية وخمسة واربعين إذا كان الفلسطينيين يقولون خمسة واربعين ألف في سنة نحن نعينينا من نفس الاحتلال الاحتلال الاستيطاني هذا الذي يريد أن ينزع الشعب من نحل هو هكذا فعلت فرنسا ولذلك أقرب شعب وأقرب ولماذا يحس الجزائري بألم الفلسطيني لأنه عانى من نفس الكأس المرة وليس هناك في الحقيقة عائلة في الجزائر معندها شاهدين لمجاهدين ولذلك أنا أدعو الشباب إلى أن يتفوا حق القضاء الكبرى خاصة القضاءة المزيد الأقصى لأنها قضيتنا ولأنها هي القضية المركزية ولأنها هي واجب الوقت اليوم واجب الوقت اليوم هو أن نتف جميعا حول نصرة الأقصى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذه الحصة المباركة يعني في دقيقة سمح لي أستاذ يعني هذه الحصة المباركة جزء إن شاء الله من نصرة الأقصى برسالة نبينا منك سيو الناس عمارة ما شاء الله تبارك الرحمن سيخ لواتي والله جمعية المعالي هي جمعية تدعو لشيء مهم جدا جدا وهو تشهيد الإنسان تشهيد الإنسان تقفيا وتشهيد الإنسان تربويا ثم محاولة أن تبث في هذا الإنسان الفاعلية من أجل أن يكون فاعلة في المجتمع الذي للأسف الشديد لم يتنبه أنه ينبغي أن يتحرك فقد فوت على نفسه فرص كثيرة ويخشى أن يأتيه الموت وهو جامد وبالتالي يكون الحساب عليه عسير ومن ثم ندعو الشباب وندعو الشيوخ وندعو الناس من كل الطياف وفي كل المساويات أنه لابد أن يتفاعلوا وأن يحاولوا أن يحرك أنفسهم نحو كل ما هو إيجابي لأن الإنسان إما أن يكون إيجابيا فينمو وينمو عنده العطاء وينمو عنده العلم وينمو عنده التصور وإما أن يكون جامدا ويكون هذا الجمود طبعا حجة عليه يوم القيام شكرا لك سيخدواتي وشكرا لك سيوناس عمارة كنتما ضيفين عزيزين على البرنامج وعلى المشاهدين أيضا مشاهدي قناة الشروق نيوز لأنه حقا لسالة نبيلة قدمتها صبيحة اليوم إن شاء الله في ميزة حسناتكم عزكم الله بركة الله فيكم على الدعوة المباركة على الرسوة والعين مرحبا بكم اليوم وغدوة شيخ الله يبرك فيك شكرا لكم